السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات مهمة جدا لخصوم رئيس الجمهورية كذلك لأساتذة قانون دستوري على المرحلة المقبلة الحكومة إن كانت مصغرة إن كانت حكومة عرب إن كانت حكومة وحدة وطنية طبيعة هذه الحكومة والمواقف واختلافاتها من رئيس الجمهورية قيسي سعيد في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بيش تصيلكم الفيديوهات القادمة قيسي سعيد أعلن في خطابه من سيدي بوزيد وأنه ينوي تغيير المنظومة الحاكمة في البلاد بأكملها أعتبر أنه الأولوية اليوم ما هو إش إنشاء حكومة أو تركيز حكومة وإنما هو تغيير المنظومة الحاكمة بأكملها بما فيها قانون انتخابي نظام سياسي والدستور وتعديل فصول الدستور المحلل السياسي خالي الأرقيق يعتبر أنه مشروع تغيير نظام الحكم في تونس في الحقيقة هو جاهز لدى رئيس الجمهورية قيسي سعيد منذ سنوات كان نحكي عليه في تدخلاته الإعلامية لكن دي ما حاضر قيسي سعيد بشي فصل للناس الدستور والقوانين إلى غير ذلك وزيدا كان نحكي عليه ولا لمح عليه النظام السياسي اللي يحبه قيسي سعيد في الحملة التفسيرية الانتخابية اللي قام بها في الانتخابات 2019 اليوم قيسي سعيد هو ضد منظومة الأحزاب ضد أنه السلطة تتقسم إلى عدة فروع يحبه نظام رئيسي رئيس وزراء يتحكم فيه يمشي بمشورته ووقتها يولي الشعب يحاسب رئيس الجمهورية مباشرة ما ويش عيب أن نظام رئيسي بشا بلدين ديمقراطية متقدمة نظامها رئيسي ولكن زيدا طول المدة هذي اللي لوموا عليه قيسي سعيد أنه طول شهرين كاملين من غير حكومة ومن غير برلمان صحيح البرلمان ما هوش بش يرجع ولكن على الأقل بش نعملو انتخابات سابقة لأوينها اليوم برش ناس قول اللي النواب ما عاد عندهم حتى قيمة يستقيلوا ولا ما يستقلوش يشيركوا في يعني تظاهرات في العالم داخليا أو خارجيا مش مهم هما ما همش يمثلوا البرلماني التونسي ولكن خليني نقول اللي إلا ما ديبش نقودوا بليش برلماني اليوم حتى الأطراف المسندة لرئيس متقلقة برجة رئيس الجمهورية يعني أصدر أو أعلن على جملة أو حزمة من القرارات الجديدة القرارات هذه طبعا تدور كلها حول التدابير الاستثنائية في البلاد التونسية القرارات هذه تشمل وضع أحكام انتقالية ومشروع جديد للقانون الانتخابي سيعلق أبواب السلطة التنفيذية والتشريعية المنصوص عليها في دستور 2014 دونك بش نبدلوا الحكومة والبرلمان أيضا من خلال انتخابات قد يستوجب ذلك إجراء استفتاء على الشعب التونسي قيس سعيد بش يتولى ممارسة السلطة التشريعية يعني إصدار المشاريع إصدار المشاريع القوانين الاتفاقية غيره بواسطة مراسيم وسيصدر حزمة من القوانين الانتخابية والتنظيمية بيش نوع مصير البرلمان البرلمان بش يتم حلو في الفترة الانتقالية البرح لأول مرة قيس سعيد يمكن برش ناس مرت عليه مرور الكرام قل أعددنا أحكام للمرحلة الانتقالية مهمة جدا في المرحلة الانتقالية اللي احنا توامزلنا في وضع استثنائي كي بش نمشيوا المرحلة الانتقالية يعني بش نحضروا فيها القوانين ونبدلوا فيها ونعملوا التعديلية تمتعنا تستيراد تستيراد وتلفاسون هارتلي ندخلوا للفترة جديدة من تاريخ الدولة تونسية نهارتها نلقاوا قوانين جديدة ودستور جديد وما إلى ذلك الحل البرلمان بش يكون في هذا الموعد بالذات اللي هو في الفترة الانتقالية وقتها قيس سعيد ينجم يحل البرلمان من غير ما يقع في الخطأ الدستوري اللي هو كيفش يحل البرلمان وتفعيل الفصل الثمانين يعني يستوجب بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم في الفترة الانتقالية هي حاجة أخرى يعني الرئيس ينجم يصدر مراسيم وينجم يبدل كل شي على كيفوسهم بادي المقربة من رئيس الجمهورية الأسباق المنصف المرزوقي كانت أكدت قل شو حكية الرؤساء اللي يجي إلا ويبدل القانون الانتخابي ويبدل الدستور بورقيبة بن علي وفيما بعد رئيس الجمهورية قيس سعيد إذن الرئيس بش يعلن على حل البرلمان ثم بعد ذلك بعد ما يتم حل البرلمان سيدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بحسب القانون الانتخابي الجديد القانون الانتخابي له بشي ضيق الخناق على الأحزاب السياسية هذا اللي هو ما رفضينه لأنه مثلا على سبيل المثال إذ كان فما شخص عنده شبهة ولو من بعيد يعني سواء من بعيد أو من قريب شبهة شكوك قضية في المحكمة شبهة فساد مالي ولا أخلاقي ولا اللي هو فإنه بش يكون ممنوع من الترشح للانتخابات وبالتالي بش يتم التصفية في مرحلة أولى من خلال الملفات القضائية من خلال القضاء إذا كان القضاء يقول الإنسان إذا ما عنده حتى مشاكل مع القضاء لأحكيم سجنية ولا شبهات ولا ملفات ولا غير ذلك بالتالي وقت ينجم يترشح للانتخابات التشريعية نلقاه أيضا وإنه رئيس الجمهورية انقسمت حوله الأراء بين مؤيد ليه والقرارات وبين رافض مثلا نلقاه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اللي هو أستاذ قانون مقرب جدا من رئيس الجمهورية قيس سعيد شنو وقال قال اللي هو مينجمش ميدفعش على مشروع دولة القانون والمؤسسات ويوافق رئيس الجمهورية قيس سعيد على كل خطواته بالعكس حتى كيف يعتبره أنه هو قاعد يوافق في رئيس الجمهورية وقاعد معنها يأيد فيه ويبرر له في هذه القرارات يعتبر اللي هو توا قاعد يأسس إلى دولة القانون والمؤسسات أمين محفوظ كان عبر واعتبر أنه وقت لي تعصف المشروعية بالشرعية يصبح الجدل قانوني طبق المنظومة السائدة عقيم وقال أرجو أن تتجه الإرادة إلى التأسيس وهو ما فشل السابقون في تحقيقه لدولة القانون والمؤسسة مرحلة تأسيسية جديدة يدعو لها أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري خلينا نشوف وزراء سابقين مثلا الوزير الأسبق صادق شعبين أكدوا أن العودة إلى ما قبل 25 جويل مرفوظ ونوصله أصلا نحكيه عليه من وجهة نظر أنه هو مستحيل كان نرجعه للبرلمين وقال اللي يبقى أنه لازم نتواصل مع النصف الثاني من الويد كيفش بش نوصله ولا نتواصل مع نصف الثاني من الويد اليوم الكلنا في المعادلة الكلنا مسؤولين حسب رأيه هو السيدق شعبين الوزير الأسبق ويقول أحنا نساعده بالنقد الإيجابي بالمقترحات مد اليد وهو قيس سعيد لازم يطمن ساعة كشعب تونسي اللي الأمور ما هيش بش تخرج على القانون اللي يخذ إجراءات ونسى الخونة واللي تخطط الاغتيال واللي تدفع الأموال يبايع البلاد الكل من يستدوم لازمهم يتحاس ولازمنا نشوفوهم في السجن يدعو أيضا رئيس الجمهورية بش يخرج من خطاب المنظومة القديمة والمنظومة الجديدة جديدة